وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لدبط جرائم جشم مستلزمات الانتاج الزراعي والداجيني وجرائم التي تضرب البيئة وشنت الإدارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية نتابع تكثف الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من حملاتها الأمنية المكبرة لضبط الجرائم التي تضرب البيئة وغش السرع بكافة أنواعها وأصفرت هذه الحملات عن ضبط خمسة مصانع بدون ترخيص بالقليوبية بإجمال مضبوطات بلغت نحو ثمانية وثمانين طن مشتقات بترولية واثنين وعشرين طن ونصف مخلفات مواد بلاستيكية وتسعة عشر طن مواد غذائية وضبط أكثر من أحد عشر طن هيكل دواج منتهية الصلاحية بمصنع لتصنيع منتجات الدواج بالقليوبية وأصفرت جهود الإدارة عن ضبط أربعة عشر طن أعلاف حيوانية داخل الشركة للأسمدة والمبيدات ومصنع ومحل أعلاف جميعها بدون ترخيص بالمنوفية وفي مجال حماية نهر النيل والمجار المائية تمكنت الإدارة من ضبط ست قضايا صرف مباشر وإلقاء مخلفات وفي مجال حماية البيئة تم ضبط خمس قضايا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية بالمنوفية واستمرار لجهود الإدارة بنطاق مدرية أمن المنوفية نجحت في ضبط ستة مصانع ومخزن جميعها بدون ترخيص لإنتاج وتداول مستلزمات لإنتاج الزراعي والمواد الغذائية والمنظفات والجلود بلغ إجمال مضبوطات 145 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات صناعية مغشوشة ومقلدة و31 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و2000 طوانة أكسوجين مجهولة المصدر وثماني أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة و1000 طن جلود مختلفة الأنواع مخالفة للاشتراطات البيئية كما تمكنت الإدارة من ضبط 40 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بحوزة سلاسة أشخاص بالمنوفية يقومون بالإتجار في هذه الأسمدة بدون ترخيص وبنطاق مدريات أمن الشرقية نجحت الإدارة في ضبط أربعة مصانع ومركز لتصنيع وتداول المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية ومواد كيموية ومجزر دواج جمعها غير مرخصة بإجمال مضبوطات بلغت 71 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و132 طن ونصف مواد كيموية مجهولة المصدر و75 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجينة منسوب إنتاجها لشركات وهمية اشتركوا في القناة